أهلا بكم منذ أدائه اليمين الدستورية أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية خاصة وكبيرة لحقوق العمالة من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوضة بأوضاعهم ونتيجة للتقدم الذي أحرزته الدولة بمجال بيئة العمل أصدرت منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها القائمة السوداء حيث خلت القائمة من اسم مصر وهما يؤكد احترام الدولة المصرية للاتفاقيات المصدقة عليها وخلال الثماني سنوات الماضية واجهت الدولة الكثير من التحديات منها أزمة وباء كورونا التي تضرر منها العالم بأسره حيث وجه الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة جراء فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى أما على مستوى العمالة غير المنتظمة فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف ستة دفعات لكل عامل بقيمة ثلاثة ألاف جنيه بإجمالي ما يقرب من ستة مليارات جنيه ولم تتوقف إنجازات الدولة عند تقديم المنح والمبادرات العمال بل اتجهت لإنشاء مدن ومناطق صنعية لتوفير فرص العمل بجانب تسوية العديد من الشكاوى الجماعية والفردية فضلا عن التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل أما في مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة لهم من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 والذي كفل للعملين حقوقا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر كما كفل لهم أيضا الترقيات والمشاركة في الإدارة وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية كما تم إصداره أيضا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لهم حقوقهم الدولة نجحت أيضا منذ تولي الرئيس السيسي في خفض معدلات البطالة والذي انخفض خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 7.2% الدولة حرصت أيضا على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات حيث وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين بالقطاع العام فضلا عن إقرار علوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات سنوية لم يكن العاملون بالخارج بمنأة عن أولويات الدولة المصرية حيث أطلقت الحكومة حملة سجل نفسك والتي تتيح للعاملين المصريين في الخارج تسئيل بياناتهم حتى تتمكن كل جهات الدولة من الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم ملف العمالة شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء